السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لب داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب منادية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والرحمة والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وأمته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي لا أقدمها الآن في مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها أمتنا الحبيبة لا أقدمها لأقيم من خلالها الحد على الأمة حاشا لله أبدا بل أقدمها وربي نصحا للأمة وحبا للأمة وإشفاقا لأجلها فهي الأمة التي سكن حبها قلبي بل وأفخر بالانتساب إليها وأشرف بالانتماء لها كانت ولا زالت وستظل بإذن الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس لكنها نامت ومرضت بأمراض كثيرة وعلل خطيرة وقد آن الأوان وها هو الوقت قد حان ليقف العلماء الربانيون والدعاة الصادقون والمربون والمصلحون والأمهات والآباء الفاضلون آن الأوان أن تنهض الأمة بكل مستوياتها وبكل رجالها ونسائها لنشخص جميعا هذا الداء ولنحدد جميعا الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة أمير الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء لنطلب بعد ذلك من رب الأرض والسماء الشفاء وإلا فما أشقى من تغافل عندائه وأعرض عن دوائه وظل في ضنكه وبلائه وشقائه ونحن الليلة على موعد مع مرض أصاب الأمة بالهزيمة في كل جوانب الحياة نحن الليلة على موعد مع مرض حين أصيبت الأمة به ابتليت بالهزيمة لا أقول في الجانب العسكري بل في كل جوانب الحياة إننا الليلة على موعد مع مرض كبير وداء خطير قل قل من ينتبه إلى معناه وحقيقته فضلا عن ضرره وخطورته إننا الليلة على موعد مع تجاهل السنن الربانية ماذا أقول إننا الليلة على موعد مع تجاهل السنن الربانية أعلم أن كثيرا من أحبابي وأخواتي الآن يتساءلون ربما لأول مرة نسمع عن هذا المرض ربما لأول مرة نسمع عن مرض يسمى بتجاهل السنن الربانية قلت أكثر أمتي الحبيبة لا يعرفون لا يعرفون هذا المرض ولا يعرفون شيئا عن حقيقته فضلا عن ضرر هذا المرض العضالي وخطورته السنن الربانية انتبه معي الليلة أيها الحبيب وأنت أيها الفاضلة نعم إننا الليلة وبحق على موعد مع مرض خطير ستعرف خطره بعد انتهاء الحلقة إن شاء الله الملك الجليل اسمع مني وأستهل الحلقة بهذه الكلمات الدقيقة المركزة أقول إن لله جل وعلا سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحباة لا لا تاني والله الكلمة دول مهم دول المفتاح للحلقة الليلة دي خل بل حضرتك هولهم تاني وهولهم تالت أقول إن لله جل وعلا سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة أو الها كمان مرة تالتة إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة كثير من أفراد أمتنا الآن يرددون هذه الكلمات إحنا حبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا بتوع النبي وخلاع البركة مولانا أنا لا أنكر البركة بل هذا معتقد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لكن خل بالك من الشرط آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة سنة خل بالحضرتك للادي أقول يا أمة الغالية يا أمة الحبيبة يا أمة الكريمة يا أمة الفاضلة اعلمي أيتها الأمة الحبيبة الكريمة أن الله خلق الكون وخلق فيه أسبابا وقوانين ونواميس محددة لا تتخلف هذه الأسباب ولا تتخلف هذه القوانين ولا تتخلف هذه النواميس أبدا إلا إذا شاء الله في الوقت الذي يشاء اذا اراد ان يبدل الارض غير الارض والسماوات يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار من يوم خلق الله الكون الشمس تجري فيه مستقر لها لا تتبدل ولا تتأخر ولا تنحرف يمنة او يسرة والقمر يسير في منازله لا يتأخر ولا يتخلف والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ايات وسنن لا تتغير ولا تتبدل كذلك سنن الله تبارك وتعالى في معاملته للخلق كل الخلق لا تتبدل ولا تتغير خلنا ابدأ عشان اوضح لك المسألة لقد هزم المسلمون في احد بعد مخالفة بعض الرماه لامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحول النصر الى هزيمة كاد المصطفى ان يتعرض فيها للقتل بل لقد شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين بابي وامي وقلبي وروحي لماذا لان بعض الرماه فوق الجبل خالفوا امر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا فتحول النصر الى هزيمة في الحال وحين اعترض البعض وتساءل كيف نهزم كيف نهزم ونحن على التوحيد والايمان وكيف نهزم وقائد الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نهزم وعدونا هم المشركون هم الكفار فنزلت ايات العزيز الغفار لتؤكد سنن الله الربانية لتؤكد السنة الالهية التي لا تتخلف ولا تتغير لتعلم الصحابة ولتعلم الامة من بعدهم انه يجب على الامة ان تسقط هذه المشاجب التي تعلق عليها هزائمها والتي تعلق عليها تقصيرها والتي تعلق عليها خطأها ونقصها فنزل قول الله تعالى اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها يعني يوم بدر اولما اصابتكم مصيبة يعني في يوم احد قد اصابتم مثليها يعني في يوم بدر قلتم ان هذا كيف نهزم كيف ذلك كيف انتصر المشركون كيف تحول النصر الى هزيمة قلتم ان هذا خلي بالك من الجواب قل هو من عند انفسكم قل هو من عند انفسكم انتم السبب انتم السبب في تحويل النصر الى هزيمة وفي تحويل التمكين الى ضعف وهوان وفي تحويل العز والكرامة الى ذلة ومهانة وفي تحويل العلم والعلى الى جهل وتأخر وتخلف وهوان ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ارجو ان تكون المسألة قد اطبحت شيئا ما خذ مزيدا من الاضاحة قال ربنا تبارك وتعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل قال الله جل وعلا فلن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل قال الله جل وعلا قد خلت من قبلكم سنن الله اكبر الله يخاطب اصحاب رسول الله يخاطب الامة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يخاطب الله رسوله ويخاطب الامة ويخاطب المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الايات قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلموا الصابرين قال الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به خلي بالك من القرآن خلي بالك من السنن الناس بتتساءل لماذا لا ننصر الآن لماذا لم يمكن الله لأمة التوحيد الآن لماذا انتصر على الأمة أعداؤها من أهل الشرك والكفر الآن لماذا 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 مئات الأسئلة بقولهم لماذا انظر إلى الجواب تعرف الليلة يا أمة الحبيبة على سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل مخلوقا بحال أنت متصور حضرتك أن الكافر لو زرع الأرض لو أخذ بذرة وزرعها في الطربة التي تناسبها واعتنى بالبذرة وسقى وراع الأرض وراع الزرع حضرتك متصور بأن البذرة أو بأن الزرع لن يعطي الكافر الثمر لأنه كافر لا هذا مخالف للسنن متصور لو أن مؤمنا موحدا بالله جل وعلا وضع البذرة في الأرض وأهملها لم يروي الأرض ولم يعتني بالزرع وإنما حتى ولو جلس كل يوم من إلجوار الزرع يقرأ جزءا من كتاب الله جل وعلا هل تتصور أن الزرع سيعطيه الثمر لا لأنه مخالف للسنن عرفتم سر الهزيمة عرفتم سر التخلف الذي نحن فيه الآن لأن الأمة تجاهلت سنن الله في الكون وتصورت الأمة أنها لمجرد انتسابها لأمة التوحيد ولمجرد انتسابها للمصطفى صلى الله عليه وسلم دون امتثال لأمر الله وأمر رسوله ودون اجتناب لنهي الله ونهي رسوله ودون وقوف عند حد الله وحد رسوله لمجرد النسب أنها ستنصر وستعز وسيغلبها الله تبارك وتعالى وسينصرها الله تبارك وتعالى ويكتب لها الغلبة على كل أمم الأرض هيهات 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 الأمة مش فاهمة السنن إلا من رحم الله لا الله رب الكافر والمؤمن على السواء الله رب الكافر والمؤمن على السواء يرزق الكفار ويرزق المؤمنين يرزق الكافر ويرزق المؤمن إن أخذ الكافر بالأسباب رزقه الله وأعطاه الله نتيجة الأسباب وإن أخذ المؤمن بالأسباب رزقه الله وأعطاه الله ثمرة الأخذ بالأسباب إن تخلى المؤمن عن الأخذ بالأسباب لن يحصل الثمرة ولن يحصل النتيجة ولن يحقق نصرا ولا تمكينا ولا عزا ولا استخلافا في هذه الأرض ولن يستطيع أن يشق لنفسه طريقا من العزة والمكانة والسيادة والكرامة بين أمم الأرض بل لن تبكي عليه سماء ولا أرض ولو كان موحدا لله جل وعلا سنن لا بد أن تحفظها الأمة الآن ولا بد أن تعيها الأمة الآن ولا بد أن يتعرف عليها كل مسلم ومسلمة حتى لا نتهم ربنا جل وعلا بالظل حتى لا نتهم ربنا جل وعلا بأنه خلق الكون وتخلى عن الكون كما قال البعض خلق الأمة وتخلى عنها ولم ينصرها مع أن الآلاف من هذه الأمة يلجؤون إليه كل ليلة بالدعاء لا اعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن الأمة إن خالفت سنن الله الربانية التي أودعها الكون لن تحصل شيئا لا من النصرة ولا من العزة ولا من الكرامة ولا من الاستخلاف ولا من التمكين لا بد أن تعي الأمة هذا التأصيل الآن خلق بالحضرتك ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب اسمع القرآن يا الله من يعمل سوءا يجز به يا فاطمة يا الله تعرف فاطمة دي مين بضعة رسول الله بضعة رسول الله فاطمة الزهراء البتول الزهراء الطاهرة رضوان الله علي يقول لها حبيبنا يا فاطمة اعملي اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا الله إنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم وإنما تأتوني يوم القيامة بأعمالكم وإنما تأتوني يوم القيامة بأعمالكم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا الله أكبر وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صرقت لقطعت يدها الله أكبر قيم وأسس وأصول لابد من أن ترسخ الآن في القلوب وفي الأذهان ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة الله 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 على القرآن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة قال الله جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم لا تستبدل بنا يا رب وارحم ضعفنا وفقرنا يا رب وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا ثم لا يكونوا أمثالكم ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون سنن سنن لا تتغير أبدا ولا تتبدل سنة التدافع بين الحق والباطل سنة ثابتة منذ خلق الله السماوات والأرض ومنذ خلق الله آدم وابنيه سنة التدافع بين الحق والباطل قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وسأعود إلى هذه الآية مرة أخرى الليلة إن شاء الله تعالى طيب فيه تدافع بين الحق والباطل فالباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق والحق مهما زوى وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر ولو بعد حين قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فأدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون سنة ثابتة قد ينتفش الباطل في مرحلة من المراحل وينزو الحق ويضع في مرحلة من المراحل لكن سنة ربنية ثابتة لا تتغير أن الجولة الأخيرة دائما للحق وإن انتفخ الباطل وانتفش وإن انزو الحق وضعف ثم تأتي سنة الابتلاء لأهل الحق للتمحيص لأن كثيرا من الناس يسيرون على الدرب ما دامهم يحصلون المكاسب المادية والشهرة ويحصلون المال والوجاهة والمكانة فهو سائر مع السائرين فإذا ما جاءت المحن وجاءت الفتن تميز هذه المحن والفتن الصف فلا يثبت على الطريق إلى الله جل وعلا إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وأخلص نيته لله جل وعلا وكان جديرا بأن يسير على ضرب الأنبياء والمرسلين على طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين أيوة لا يستطيع أن يسير على هذا الطريق وأن يثبت عليه إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وخلصت نيته لله جل وعلا وكان أهلا لهذا الشرف قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به المال ما شاء الله وفير والأولاد بخير والصحة بخير الحمد لله أنا مع ربنا ومحب ربنا وأنا على الطريق وعلى الدرب طيب فيه ابتلاء فيه محنة فيه مصيبة فيه شر ينقص على عقبيه يقول أحدهم ما فيش مصيبة بتنزل البلد اللي ما تنزل على بيت الأول وبعد كده ربنا أسمها على كل بيوت البلد لكن تنزل عندنا الأول وقد تناس كل ما أنعم الله جل وعلا به عليه من نعيم ومن نعم وفضل وخير ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين إذا لابد من الابتلاء لابد من المحن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين مستحيل لابد من التنحيص ليس الإيمان كلمة تردد والألسنة فقط ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة عظيمة ذات أعباء لا يمكن على الإطلاق أن يتعرف الإنسان على حقيقة الإيمان في قلبه إلا إذا تعرض للمحن وإلا إذا تعرض للإبتلاءات وإلا إذا تعرض للفتن فتأتي المحن لتصفي الصف من الذي يثبت على الطريق من الذي يظل رافعا للراية من الذي يظل مضحيا بأغلى ما يملك بماله بمرأته بولده من أجل أن يظل على الدرب على الطريق رافعا راية التوحيد من؟ هذه الفئة القليلة التي تستحق شرف السير على طريق الرسل والأنبياء فكثير من الناس لمجرد أنه قد يتعرض لمحنة لا يتورع أن يتنازل عن دينه ولا يتورع أن يتخلى عن شرف الدعوة إلى الله في مقابل أن يظل محافظا على شهوة حقيرة أو على نزوة رخيصة أو على دنيا زائلة أو على كرسي فان ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين سنن لا تتغير إن ثبت أهل الإيمان على الدرب وعلى الطريق بعد هذه المحن وبعد هذه الفتن وبعد هذه الابتلاءات فهم بموعود الله تبارك وتعالى أهل للنصرة وأهل للتمكين وأهل للعز وأهل للاستخلاف سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وفي آية وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بعد الابتلاء والتمحيص والثبات لا بد أن يكون النصر لا بد من هذه السنن ابتداء تدافع بين الحق والباطل بين أهل الإيمان وأهل الكفر بين أهل الحق وأهل الضلال ثم بعد ذلك محن وفتن وابتلاءات لتمحيص الصفوف حتى يطرد من الصف كل منافق خبيث رفع الراية مع الرافعين وبكى مع الباكين ودعى مع الداعين لكن لم يظهر نفاقه إلا بعد المحنة والفتنة فحينئذ يثبت على الصف من صفت نفسه وطهر قلبه وصار أهلا لهذا الشرف أن يسير على درب الرسل والأنبياء حينئذ هؤلاء بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله وعدهم الله تبارك وتعالى بالنصر والعز والتمكين ومع ذلك فقد جعل ربنا جل وعلا حتى لهذا النصر والعز والاستخلاف والتمكين أسبابا وشروطا لابد من استيفائها لابد من تحقيقها لابد من معرفتها وعدم تجاهلها فإن تجاهلها سبب آخر من أسباب الهزيمة بعد الهزيمة والانتكاسة بعد الانتكاسة والتأخر بعد التأخر والتخلف بعد التخلف في كل ما يدين الحياة في الجانب العلمي في الجانب الاقتصادي في الجانب السياسي في الجانب الإعلامي في الجانب الفكري في الجانب التربوي في الجانب الأخلاقي والسلوكي في كل جانب من جوانب الحياة لابد من أن تعي الأمة السننة الربانية لله تبارك وتعالى في الكون حتى تبدع في كل مجال من هذه المجالات حتى لا تعتمد على مجرد الانتساب وعلى مجرد شرف الانتماء لأن الله جل وعلا قد جعل للنصر وللتمكين أسبابه وقد جعل للنصر وللتمكين والإبداع والنجاح والسعادة في الدنيا الأخرة شروطا لابد من استفائها ولابد من تحقيقها انتعي الأمة ابتداء أن التمكين وأن النصر وأن العزة وأن الاستخلاف وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا بيد الله مش بيد شرق ولا بيد غرب ولا بيد مجلس ولا بيد هيئة ولا بيد منظمة والله العظيم لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تنصر الأمة أو أن تعز الأمة أو أن تمكن للأمة أبدا إلا إذا شاء ربي تبارك وتعالى وإلا إذا قضى ربي جل وعلا ذلك وقدره وإلا فالأمر كله لله والأمر كله بيد الله والتوفيق من عند الله والنصر من عند الله اقرأي يا أمة الحبيبة قول الله جل في علاه وما النصر إلا من عند الله يا أسلوب حصر وقصر واضح في غيث الجلاء وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أنا أعجب بعد ذلك كيف تنتظر الأمة النصر من أعدائها هل يعقل أن ينصر الكفر إيمانا هل يعقل يا أمتي أن ينصر الشرك توحيدة هل يعقل يا أمتي أن ينصر الظلم عدلة هل يعقل يا أمتي أن تنتظر حتى يدخل الجمل في سم الخياط هل يعقل يا أمتي أن تستخرج الماء العذب الزلالة من النار المشتعلة المتأججة اللهم علمنا وبصرنا وبصرنا وردنا إلى الحق ردا جميلة يا أمتي ارجعي إلى الله والله لا نصرة لك إلا عند الله والله لا عز لك إلا وأنت مع الله والله لن تمكني إلا إن طلبت التمكين من الله جل وعلا ما في قوة على وجه الأرض ستمكن لك أو ستنصرك إلا إذا عدت ابتداء إلى الله جل جلاله وما النصر إلا من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم يا الله يا الله آية تملأ القلب بالسكينة والطمأنينة والرضا إن ينصركم الله فلا غالب لكم أهل لو تصدق الأمة لو تصدق الأمة هذه الآية آهل لو صدقت الأمة هذه الآية خلاص والله يكفي والله لو صدقت الأمة هذه الآية لكفى والله لو حولت الأمة هذه الآية في حياتها إلى منهج حياة لكفى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون تاني تاني الآية إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أمتي والله لو امتلكت عدة وعدد أهل الأرض وخذ لك رب السماء والأرض لن تنصري ولن تعزي ولن تسعدي ولن تمكني في الدنيا ولن تسعدي في الآخرة وإن نصرك الله جل وعلا فلن تستطيع قوة على وجه الأرض مهما امتلكت من العدد والعدد والعتاد والسلاح والمال والله لن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تخذلك وأن تهزمك ما دمت قد انتصرت بالله واستعنت بالله وبذلت الأسباب التي أمرك الله بها في حدود قدراتك واستطاعاتك وإمكانياتك وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا الله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة ترك سببا من الأسباب لم يأخذ به أخذ بكل الأسباب بكل الأسباب وده أصل لابد منه أؤكد عليه لابد من الأخذ بأسباب الإبداع والتفوق في الجانب العلمي وفي الجانب العملي وفي كل مجالات الحياة إنما إحنا بتوع النبي وإحنا حبيب النبي واللي يحب النبي زو مش عربي الترمس لما قلت لن تمكن الأمة على الإطلاق ولم تنصر بهذا إنما ماذا قدمت الأمة من أسباب التفوق والإبداع والعمل والإنتاج والعطاء والسيادة والقيادة والريادة هو ده ليعطيها الله جل وعلا نتائج الأخذ بهذه الأسباب لكن مجرد أماني لا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا آيات واضحة سنى ثابتة لا تتغير ولن تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تدبر معي أخي الحبيب قول الله تبارك وتعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم تدبر قوله الله جل وعلا لنبيه إلا تنصره فقد نصره الله فقد نصره الله آه لأنه أخذ بكل الأسباب وفجأة تعطلت كل الأسباب كل الأسباب تعطلت إيه ده اللي بيتجه من مكة إلى المدينة لابد أن يتجه شمالا اتجه الحبيب صلى الله عليه وسلم جنوبا مكث في الغار ثلاثة أيام حتى تهدأ حركة المطارضين وحركة الباحثين عنه في الكهوف وفي الجبال وفي الوديان وفي الشعاب وبين الصخور بل والذين خرجوا ليقلبوا حبات الرمال مكث ثلاثة أيام في الغار وبعدين دليل مشرك لكنه خبير بالطرق وهو على الشرك ولو لكنه أمين أمين ممكن تحكم لرجل مشرك بالأمانة أحكم له بالأمانة إن كان كذلك ديننا دين العدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى نعم نحن نثبت الحق بدليله لأي أحد ونرد الباطل بدليله على لسان أي أحد اعرف الحق تعرف أهله فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق وهذا من جميل كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ثم يأتي عامر بن فهيرة الراعي لغنم أبي بكر الصديق رضي الله عنه لتزيل آثار أقدام الأغنام آثار أقدام النبي وصاحبه وعبد الله بن أبي بكر يبيت في مكة مع أهلها يقضي النهار كله يسمع بأذن وعية وبقلب بصير ماذا يقوله المشتركون وما الذي يخططون له وفي الليل يقضي الليل مع رسول الله في الغار ليخبره بما قاله المشتركون وبما يخططون له وأسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام بيت كله يعمل لنصرة دين الله ولنصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من ولاه كل هذه الأسباب تعطلت في لحظة واحدة امتى المشركون حول الغار وصلوا وصلوا للغار ويحاصلون الغار من كل ناحية وأنتم تعلمون وفي حوار خافت هامس متهدج متقطع يقول الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفر السفلة وكلمة الله العليا تنقطع في لحظة واحدة كل الأسباب لكن لكن من قطعت عنه أبدا رحمات مسبب الأسباب ولا غاب عنه أبدا فضل مسبب الأسباب ومسبب الأسباب جل وعلا يسمع ويرى ما تعبدنا إلا بالأخذ بالأسباب لكن شتان شتان بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن يأخذ بالأسباب وهو على يقين مطلق أن الله تعبده بها لكنه يعلم أنها وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله شتان شتان بين هذا المعتقد وبين غيره من يأخذ بالسبب ويعبد السبب ويعلم أن السبب يضر وينفع شتان شتان بين هذا وذاك انقطعت الأسباب لكن العزيز الوهاب لم يتخلى عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وإنما نصره إلا تنصره فقد نصره الله فالنصر من عنده سبحانه والعزة من عنده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والتمكين منه سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم من الذي سيمكن ربنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون والله جل وعلا يقول في حق ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه فالتمكين من عند الله تبارك وتعالى والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى يا الله يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه الله أكبر جاء حبر من أحبار اليهود والحديث في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود يقول يا محمد يا محمد إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك الله املأ قلبك بعظمة الملك املأ القلوب بعظمة الملك يا أمتي الحبيبة يقول أنا الملك فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديق منه لقول الحبر وقرأ النبي قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون أقسم بالله هنا النصر والله العظيم هذه الخطوة العملية الأولى على طريق طريق العزة والكرامة والسيادة والغنى والسعادة والرضا هي دي أن نعرف الله أن تمتلأ قلوبنا بهيبة الله بعظمة الله بجلال الله بالخوف من الله بالحب لله بالخشوع منه سبحانه وتعالى وله جل وعلا هي دي الخطوة العملية الأولى هي دي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أقول ومع ذلك فقد جعل الله لهذا النصر ولهذه العزة ولهذا التمكين شروطا لا بد من تحقيقها اسمع قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ما قالش للنائمين ما قالش الغافلين ما قالش المقصرين وكان حقا علينا نصر المؤمنين حتى لم يقل المسلمين لا المؤمنين مرتبة أعلى مرتبة أعلى درجة أعلى أن تحقق الأمة الإيمان آهل لو حققت الأمة الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرها الله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خلي بالك والقرآن لمين والقطب لمين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الله أكبر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله أنا أنصر الله إيه الكلام ده كيف أنصر الله وهو الملك كيف أنصر الله وهو القهار الجبار وهو القوي وهو الذي يدبر الكون وهو الذي يملك الأمر قل إن الأمر كله لله كيف أنصر الله كيف أنصر الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كيف اقرأ معي قول الله جل وعلا في صورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يا الله وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عرفت إزاي تنصر ربك جل جلاله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ينفع الأمة تنصر وهي مضيعة للصلاة وآتوا الزكاة ينفع الأمة تنصر وتمكن وهي مضيعة للزكاة والله العظيم لو أخرجت الأمة الزكاة في أموالها ما وجدت بين ظهراني الأمة فقيرا واحدا لأن الله الذي رزق الأغنياء وجعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء جعل هذا الحق بعدل وإتقان ودقة وإنصاف بحيث لو أخرج الغني حق الفقير عنده ما وجدت بين أظهر المسلمين فقيرا كما قال علي بن وبي طالب رضي الله عنه بحقوق بس إذا يبقى معاه المال وإذا يبقى معاه الصحة وإذا يبقى معاه العلم وهذا يبقى معاه الأولاد وهذا يبقى معاه المنصب وهذا يبقى معاه الجاه وهذا يبقى معاه هذا العمل وإلا لاختلت حركة الكون تصور لو أن الناس جميعا يملكون المال سواء لن تجد عاملا ينظف لك بيتك لن تجد عاملا ينظف لك شارعك لن تجد موظفا يحمل لك قمامة ومخلفات بيتك لن تجد عاملا يعني يفعل لك ما تريده في حمام أعزك الله أو في كهرباء في البيت هذا عدل الله وحكمة الله تبارك وتعالى الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولنا حلقة كاملة مع هذا المرض العضال مرض التخلي عن الأمر بمعروف عن الأمر بالمعروف بمعروف وعن النهي عن المنكر بغير منكر بغير منكر لا بمجرد الحماس الفوار المنفلت من ضوابط الشر من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لنا وقف إن شاء الله وتعالى في الليال المتبقية مع هذا الموضوع الجليل الكبير الخطير الذين يمكنناه في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ننصر الله جل وعلا بامتثال أوامره ننصر الله جل وعلا باجتناب نواهيه ننصر الله جل وعلا بالوقوف عند حدوده ننصر الله جل وعلا باتباع أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ننصر الله جل وعلا بطاعته وطاعة نبيه إن نصرنا الله إن نصرنا الله فامتثلنا الأمر واجتنبنا النهي ووقفنا عند الحد وامتثلنا فعملنا وأبدعنا وأنتجنا وبذلنا نصرنا ربنا تبارك وتعالى في كل ميدان من الميدين وفي كل مجال من مجالات الحياة ثم بعد ذلك الله تبارك تعالى يبين لنا شرطا عظيما من شروط العز والتمكين والنصر ويجعل الله هذا الشرط سنة ثابتة لا تتغير من أجل أن تحقق الأمة وتجني الثمرة فيقول سبحانه وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إعداد لابد من الإعداد لابد من الإعداد الإيمني التعبدي الأخلاقي السلوكي العلمي التعليمي الإعلامي الثقافي الاقتصادي العسكري التربوي لابد من الإعداد وأعدو وأعدو لابد من أن تعد الأمة لابد من أن تعد الأمة فالهزيمة النفسية التي تشل الفكر فضلا عن الحركة لا يمكن على الإطلاق أن تجني الأمة بسببها نصرا ولا كرامة إذا لابد من أن تعي الأمة هذه السنن الثابتة ثم فلتعلم أمة الحبيبة أن مخالفة أوامر الله جل وعلا وأن الوقوع في الذنوب والمعاصي من أخطر أسباب الذل ومن أخطر أسباب الهلاك ومن أخطر أسباب هوان الأمم الأمة كما ذكرت لا قيمة لها عند الله جل وعلا إلا بتحقيق الإيمان وإلا بالأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وإلا فلن ينصرها الله جل وعلا إذا تخلت عن شروط النصر وأسبابه ترك الذنوب والمعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ده حتى الكون أفسده الإنسان حتى الكون أفسده الإنسان وعلماؤنا المتخصصون يعلمون ذلك درجة الحرارة في الكون كله اختلت اختلت هذه البراكين والفيضانات التي نراها ونسمع بها ونرى آثارها على شاشات الفضائيات تخلع القلب بإفساد الإنسان وعلماؤنا المتخصصون يعلمون ذلك تغير القشرة الأرضية بفعل الإنسان هذا الذي يسمى بثقب الأزون مجازا بإفساد الإنسان وتعديه على سنن الله الربانية وقوانين الله ونوميسه في الكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا كلام ربنا الملك القدير فلابد من أن تعي الأمة هذا رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيح الذي راه أبو نعين في الحلية وغيره قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته وقد ذكرت قبل ذلك حديث عبد الله بن عمر عند ابن حبان وعند الطبراني وعند الحاكم وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهواء صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهواء معاصي ثم لا بد من أن نتذلل بعد ذلك إلى الله تبارك تعالى وأن نتضرع إليه بالدعاء لا بد أن نتبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا مع الأخذ بالأسباب لا بد أن نتبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا وأن نلجأ إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وأقول هذه سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل لابد أن تعيها الأمة ومن السنن أن الله تبارك وتعالى ينصر الحق ولو بعد حين ولو بعد حين كثير من أحبابي الآن ينظرون إلى واقع الأمة على أنه لا يمكن أبدا أن يتغير ودي إن شاء الله هتكون آخر حلقة في أمراض الأمة وهتكون بعنوان المرض آخر مرض هتكلم فيه هيكون بعنوان فقد الأمل فقد الأمل لأن كثيرا من أحبابي وأخواتي الآن يتوقعون أن الأمة لا يمكن أبدا أن تنصر أو أن تمكن أو أن تعز وأن هذا الدين لا يمكن أبدا أن يسود في ظل هذا الواقع المر الأليم لا ثم لا أذكر بحديث واحد فقط الليلة ثم أكمله في آخر حلقة بإذن الله تعالى من حلقات أمراض الأمة الحديث راه أحمد والبيهقي في الدلائل بسند حسنه الحافظ بن حجر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم وهم يحفرون الخندق في غزوة الخندق وقد قال المنافقون ما قالوا قالوا يعدونها محمد كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يخرج لقضاء حاجته ولا يستطيع أحدنا أن يخرج لقضاء حاجته وإذا قول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كلمات خطيرة جدا حضرتك عاوزك تعيش الموقف ده موقف الألأ والخوف والرعب والفزع ومحاصرة المشركين للمدينة من كل ناحية ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحفروا خندقا حول المدينة حتى لا يهاجم المشركون من كل حدب وصوب المدينة في عقر دارها أو في القلب وهم يحفرون الخندق خلي بال حضرتك عرضت لهم صخرة مش أدرين يكسروها مش أدرين يحفروا مكان هذه الصخرة المعاون لا تحطمها وهم أبطال ورجال فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في صخرة مش أدرين نحطمها ولا أدرين نكسرها فأخذ النبي المعولة بيده بأبي وأمي وقلبي وروحي أخذ المعولة بيده ونزل بنفسه إلى الخندق وجد الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله وضرب الصخرة ضربة فانكسر ثلثها التلت الأول نبي ينكسر النبي يقول الله أكبر الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأرى أو لأبصر قصورها الحمر من مقام هذا إيه ده إيه ده يا الصحابة مش أدرين يخرج ويتبولوا الصحابة مش أدر يخرج ليتبول أو ليقضي حاجته والرسول يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مقام هذا صلى الله على الصادق وبعدين بسم الله ويضرب الضربة الثانية فينكسر الثلث الثاني فيقول الحبيب الله أكبر أعطيت مفاتيحه فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مقام هذا ثم يضرب الضربة الثالثة بسم الله الله أكبر إني أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مقام هذا وقد تحقق تحقق هذا وهم في مرحلة ضعف من أخطر مراحل الضعف بل في حالة من الفزع والرعب ومع ذلك يبشر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وربما أذكر مرة أخرى بهذا الحديث عن قصد وعن عمد في آخر حلقة من حلقات هذه السلسلة هذه السنن لابد من أن تعيها الأمة وتجاهل هذه السنن سبب خطير من أسباب هزائمنا وتخلفنا وتأخرنا في كل مجال من مجالات الحياة فلتأخذ الأمة بأسباب الإبداع والنصر والعز والاستخلاف والتمكين والتفوق والنجاح في كل مجال من مجالات الدين والدنيا ولتعلق قلوبها بعد ذلك بمسبب الأسباب وإلا فلن تستطيع أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والسيادة والكرامة وسط عالم معاصر لا يحترم إلا الأقوياء لم تستطيع ذلك إلا بالعلم والعمل أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وأن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلة إلى القرآن والسنة ردا جميلة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته